كل نادي يعني احنا عندنا النادي الواح او عفوا عدد كبير من الاندية بيشتركوا في ملعب واحد حليت الازمة دي ازاي يعني مثلا هديك مثال الاهل النهاردة بيلاعب مودرن سبورت والزمالك بيلاعب الاتحاد والمبراطين المفروض في القهرة والاهل والزمالك مختارين استاد القهرة وانت قررت تلعبهم الاثنين في نفس اليوم هتعمل ايه طيب خلينا اقولك ان مثلا استاد القهرة السنة الموسم اللي حمدنا عفيدة كان فيه تقريبا حوالي ستة او سبع انداء بيلعبوا عليه في نفس الوقت اولا ده يعني بيبوز اردية الاستاد بيستهلكوا بشكل جدا بيخلي الاردية ساعات زي ما احنا بنشوفها في الصورة وبرضه بتسبب في ان بعض المبراط بتتأجل وبيضطر اللي بيحط الجدول يخلي استاد القهرة بيلعب عليه مثلا ماتشين في اليوم وفي نادي تاني بيلعب يأجلوا ماتش عشان خاطر ما ينفعش يلاب اكتر ماتشين في اليوم على نفس المال احنا حطينا ان كل ملعب اقصى عدد اندية تشترك فيه تلات اندية فقط تمام وده هيددي مساحة ان احنا عندنا اكتر ملاعب كتيرة نقدر نلعب عليها وفي عندنا احنا ملاعب كتيرة جدا متوفر فيها الاشتراطات الفار والاشتراطات الامنية والاشتراطات الافريقية كانوا متوفرها في ملاعب تلاتي جدا عندنا في مصر سوق القهرة او خارج القهرة فقلنا ان كل نادي كل ملعب اقصى عدد مسموح الاندية تلعب عليه تلاتة اندية فقط لو في ناديين بيلعبوا في نفس الملعب وعندوهم ماتش في نفس اليوم النادي عنده ملعب تاني احتياطي يعني هو لما بيرسل الملعب بتاعته اللي هيلعب عليها في الموسم بيحط اختيار واحد واختيار اثنين واختيار تلاتة فبالتاني نقدر نحلها هنا النهاردة انت مثلا الاهلي وفارقه هيلعبوا على صدق القهيرة الساعة سبعة في نفس الوقت مثلا او ساعة تسعة في الزمالك واتحاد سكندري على الساعة القهيرة الساعة سبعة او تسعة فالزمالك هنا عنده الملعب التاني البديل بتاعه ايه؟ الساد السلام فمعلوهش مباريوات يلعب هنا على الساد السلام وتشافت بعد كده بقى بالزبط يعني لو قالوا الزمالك تحطوا في نفس اليوم بعد كده خلاص القالي اولا يقول حيلعب السلام بالزبط بالزبط هذا النقطة دي برهيم قال عليها في الاول انه لما وجدنا المشاكل دي بعد ما خلصنا الشكل النهائي ظهرتنا بعض الامور لزي كده نيجي مثلا نلاقي ماتشين في نفس الوقت على ملعب سالسكندرية فنقول لا مثلا فاركو عنده استاد الماكس هو الاختيار التاني فنروح نقالين فاركو في استاد الماكس ده هيقدي لإيه؟ انه يبقاش عندنا تأجرات كتيرة ويبقاش عندنا موعيب متضربة ومايبقاش عندنا ارضيات متهالكة للاستادات فاحنا عملناها بالشكل ده هاي ايه كمان إبراين هو جزئية الاستادات دي جزئية مهمة جدا لانها كانت عاملة مشكلة في جدول الدوري انه عندها كتير بتلعب في نفس الملعب فبالتالي زي ما بنقول كده بتفرش الجدول لمدة طويلة جدا في المباريات فيه مشكلة تانية وجهتنا واحنا بنعمل الجدول ان في بعض البطولات مش محددة قالناش انها متحدد أصلا موعدة زي والسوبر المصري مش محدد موعدة الانتر كونتيننتل بحسب ما أعلن الفيفا بس أعلن معاد نص النهائي والنهائي فبالتالي انا مقدرش أحط الجدول بتاعنا معاد نص النهائي والنهائي بس لان الاهل لسه قدام مشوار عشان يوصل للجزئية دي ممكن موبراتين أو موبراتين بالزبط معاد السوبر المصري نفسه لسه المعاد بتاعها ما تحددش ده كله احنا عاملين له جزئية المؤجلات المقترحة احنا مش سيبين الموضوع مفتوح انه لما يبقى يحصل نبقى نشوف هنأجل المطشط فين وجملة شهيدة لعجل غير مسمى ليه الغير مسمى بالزبط لما كنا بنقرض الجدول لما انت عرضتها كريم هتلاقي فيه أسابيع معينة احنا اخترنا أسابيع محددة ما تقرضونا شاب جدول الدولي كده وإحنا منتكلم لما نجي نبص هنلاقي فيه أسابيع معينة كان الفرق ما بين الجولة على سبيل المساعدة 22 وال23 فرق ما بينهم أسبوع ما بينهم ففي الأسبوع ده نقدر نحط موعد مقترح لمباراة مؤجلة لما بنلاقي فيه جاب أسبوع ما بين جولة وجولة بنحط موعد مقترح لمباراة مؤجلة ففي النهاية نتج عندنا ان فيه ستة أو سبع مواعيد مقترحة لمباراة مؤجلة لحل المشكلة دي لما بتواجهك سواء في بطولات مش معلنة سواء لما الاتحاد الأفريقي ييجي في لحظة من اللحظات ومحدد ما عدمتش يقدمه لك يوم فيلعبك لك الدنيا ما ترحش تأجل زي ما انت قلت يا كريم لأجل غير مسمى نبقى نشوفها نلعب ويمتلأ أنا حطط لك ست موعد مقترحة أو سبع موعد مقترحة حط المتش ده في المناسب لك من الموعد دي بحيث ان احنا حطين 200 يوم هنخلص فيهم الدوري حطين 150 يوم هنخلص فيهم الدوري مش هنخرج من الحيث ده حتى للمتشات الموجلة أنا حطط لك في الحيث ده موفر لك النهاية تبقى في وقت مناسب ان انت تلعب المتشات دي لان قبليها في قبليها ماتش وبعدها ماتش في فرق بينهم اسبوع فانا هحط لك الجزئية دي في النص فهنيجي برضو الجزئية تانية وكلام تاني ممكن يطلع من الأندية زي ما موهب كان بيكلم ان هي مسئولية مشتركة ان النادي يقول لك انت كده بترهقني انت كده ما بتساعدنيش في البطولات الأفريقية اللي أنا بنفس عليها هل اللي حصل للأهلي بعد نهاية بطولة أفريقيا هو مش إرهاق هو إرهاق وطلع مرسل كلها نفسه اشتكت منه وطلعت اللعبة نفسها اشتكت منه ان احنا يا جماعة احنا لعبنا أكتر من 20 ماتش في أعلى من شهرين لما توزع ده كله على مدار الموسم مش هتحس بالإرهاق زي ما انت حسس به دلوقتي اهي ما فيه ضغط بس مش لدرجة الاستهلاك وهيفضل نفس الجزئية لازم نفضل نكرره القايمة 30 لعيب قايمة 30 لعيب عشان تحل كل الأزمات دي انت كنادي اتحمل اتحمل يعني فيه دايما ميزة لما بنيجي نطلع نحل انه ليه الفريده عنده عمك في السكوات بتاعه يقدر يستخدم اللعيبة بتفيده في ضغط في نقطة